اشتركوا في القناة وتعالى يسخر لي شحد لي يكون بيه ويوقف معاه ويتعون معاه على هذا البتلاء اللي اطلنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله الله مالك الحمد على كل حال وولدي من 2014 طحت لي شدرت لي فيزيت على عيني لقيت شبكة طيحة لي دي العين محدة ومكمشة وكارمة يعني فات في هالفوت يعني ما بقاش عند هالعلاج ومشيت تقربا عنتي خمسة الأطباء كلهم تقولوا لي يا راه والدك مع العملية ما عندوش تنسبة النجاح أنا هتنجح لي هاد العملية يعني مشات لي هالعين تبقى لي غير ديك العين وحدة وصافرة يبقى يشوف بيها أنا ما قطعتش ما قطعتش الأعمال بقيت كنقلب وتتلقيت واحد طبيب في بورغون ودار لي العملية على قال لي يا نسبة النجاح عشرين في المية هاد العملية هنديرها لي وعدك نسبة النجاح عشرين في المية قلت لي أنا ما نقطعش شي جدي من رحمة الله غنشد في ديك عشرين في المية وغاد نديرها لي قال لي يا قبل ما نديرها لي غاد عطاني التزام ديالك وديالبه باش ندلي أنا هاد العملية دي العملية تكلفت لي لستة المليون خلصتوك لي أنا مشي مشكلة الفلوس غيق واش العين إلا ما جحتش العملية غتبقى هي هي ولا غيوقع فيها شي تغيير قال لي غتبقى هي هي عين أتبقى هي هي ما يوقع فيها شي تغيير قلت لي نتوكلوا على الله وندروها درناها العملية منجحت دازت مدة ديال ثلاث شهر العين قيل والدي بدت تكتب ياد ولت بيضة مني رجعت عندو قلت لي هراك انتا قلت لي يا راه العين ما غيوقع عليها والو إلا درنا العملية غتبقى هي هي ودبا بياضت قال لي هادا شي عادي زعمار العين مني كتكون واقفة رغات بياض قلت لي أنا لأ أنا والدي رأى من الصغر مني كان تقريبا في الحضانة وهي الشبكة طيحة ليه وما كنش حنا عارفينه وكانت عينه عادي كيبان عينيه بجوج كحلين وعادي ما كنش عارفينه لأن والدي رأى كيشوف غيب عين وحدة حتى درطي العملية عباش ولد با كيبان هذا الفرق ديال عين وحدة بيضة وحدة كحلا يعني بالنسبة للسين دياله هو جاتوا شوية شي حاجة ما تقبلهاش حتى في مدراسة دراريكي يقولوا ليه على عينه عين ضيضة وعين هادي كل مرة كل واحدة يقول لي ما تقبلهاش مهم ادكت كل هاد شي كل شي شي بقاري من بعد داز تلت سنين من ورا هاد شي كامل تلت سنين ويضطح ليه الشبكة ديال العيل الخرى قد شاد دا طاحت قالك خاصة هز ديكسا عف البلاسة خاصة تلسق يعني بغينا ندول حنا يلسبيطر ديال مخزن ديال مخزن ديال عمومي قالك حالة ايرجو خاصو يدخل ديكسا عيدخول ديال العملية قلبنا لي على الطبيب عندما بغينا شطبي بديلي العملية كانت جلسوا بشهر ثمانية من أطباء أكثر يدي رشاد دين كونجي لقينا غي طبيب واحد طانا واحد العنوان ديال واحد طبيب مشينا عنده دار ليه العملية ديكسا عاده هو قلينا ثلاثة المليون ومن قصلينا خلالينا بسو وعشرين ألف درهم يعني تقريبا نتجة المليون ومية وعشرين ألف ريال وخاصو يدخل ديكسا عيديرها أنا ديكسا عادة كنت تخدمي في الشركة كنت تخدمي في الشركة ديال الصباط وكانت عندي لسي ناسيس يعني بريزون تارج خلصت لي خلصت لي شي حاجة بقى عغي الفرق خلصت وأنا ودخل ولدي در عملية في ألفين و تسعتاش طاحت لي عوتاني الشباقة ديال في العين يعني خاطع عوتاني تلسق بسي ناسي تلسقتني بنفس الثامن يعني ما كينش تخفيض ولا كينش حاجة بنفس الثامن أنا ديكسا عخرجش من الخدمة ما قاش عندي باش نديرها ليه لتجأت أني كنقلب على جمعية اللي غدلي هاد العملية وقفت معه واحد الجمعية وقفت معه واحد الجمعية داروها ليه و تعاونوا معه مزيان يعني تكلفوا بمصارف ديال العملية كاملة و دخلوا لدي دارها و يعني وشلوا ليه الدواب و سبوا ليه ندادر و كل شي يعني الحمد لله داز الأمور مزيانة يعني تعاونوا معه مزيان نبقى معه حتى حيض الفاصمة و حتى تشاف بيها يعني أخاك كل مرة كينقص لي يشوف المهم كي يشوف دك شوية ديال الدو شوية أنه كيمشي و كيجيب وحده يعني ما كان حتىش ندي انا ولا كيجيبه بقى ما كملتش السانة يعني داس واحد المدة مشي بزيف نفس السانة 2019 طاحت تاني طاحت تاني داب سيليكون سيليكون اللي أسقى بالشبكة داب داب لي على الموم و دي العين و ما بقى تاني كيشوف وعله مشيت عن داد الجمعية ولكن قالوا لي يا راه ميمكنش يعودوا ديرو هالي حتي يلا داروا لي وحده ومعده بالناس بزاف كيتسنه و يعني ميمكنش يقابلوا غير الحالة دي لولدي ما لقيتش واحد اللي غادي ديرها لي كنت من الله سبحانه وتعالى ميوصلتش واحد لهذا الوضع ميوصلتش واحد انه يحتاج لشي حد انه يعاونه ولا يعطيش حاجة ولاي من غير الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر بلعب ديالو وكنت منه انه امني ديالي انه ولدي ميوش ليشش شوف ديالو انه يبقي يشوف يبقي يقره و يبقي يقره و هو بحاله بحال الناس و يشوف هو مشي هو الواحد اللي بحال هكا ولكن هو المشكلة عنده تيقولك انه ما تزادش بحال هكا كون تزاد هكا يكون متعود متعود انه ما كيشوفش ولكنه عنده صعيبة حيث كان كيشوف و دابك يغاديوك يمشي ليشو يعني غاديوتي يحس بان ديك النعمة ديال شوف اللي عند الناس نعمة الباصر انها غاديوكات و ما غا ما غا تبقيش عنده الحمد لله احنا راضيين بحكم الله سبحانه وتعالى و مقاطعين شدين من رحمة ديالله قال لك إلا كانت عنده شعاملية ديالزرع يعني مثلا تزرع ليه عين لا أنا ولا با يعني مساعدين نعطوه عين المساعدين أن نعطوه عين واحد فينا يعطيها ليه باش هو ييبقي يشوف وكنت منى تمنى أن يكون عندهم استقبال يكون حتى يكون أنا أمنى المستقبل دياله عارف هولدي عنده واحد الدخل عنده باش يعيش عنده باش يكون حتى هو ييكون عندهم استقبال يديروا ليداته وهذه وليدات يكونوا كيشوفوا يوقفوا معهم يعني حياة العادية دي لأي واحد أنا كنت منى كانت منى الولدي يكون بحلها كاك لا عندي واحدة آخر عندي عندي واحدة آخر عنده تنشر عام الحمد لله كي يشوف مزيان ما عنده تشي مشكل في عيني وهذا اللي عنده هذا المشكل الحمد لله على كل حال بس ولد الطبيب دياله كان قولي هوش كين اشي عملية برا كي قولي يلا ما كينش أنا ما عرفتش وش نمشي عكباب آخر نعود نسول حيث الناس كي قولي يرا كين الزرع كين وهو كي قولي يرا لا ما كينش أصلا الطبيب ما كتقلسيش معه ما كي ياخدش معك واحد ما كي ناقش معك المرضي لولدك ما كتشوفيش كين نغيل الطريات اللي كي يعاونوهم اللي كيهضروا معك والطبيب ديما مشغول ديما في العمليات يعني حتى نهار العملية كيديرها لي كي يقوليها غايدير العملية من بعد ما كنشوفوش ما كنهدروش معه نهائيا معرفت أنا الحالة دي ولدي اشنو هي واش عنده واش عنده آمل واش عنده الزرع ولا ما عندوش ولا واش الشباكة عنده علاقة مع القرنية معرفتش تفاصيل بالضبط اشنوه معه اي واحد اي شخص انا كنطلب من بعد الله سبحانه وتعالى يكون السبب في العلاج دي لولدي في شعاملية في اي حاجة في اي مساعدة اني وقفناه في القرايا في اي حاجة راه الله سبحانه وتعالى ما كي ضيع اجر دي لتشي حد الله سبحانه وتعالى الخير كي بقديمة ما نسى احنا كنسو لك الله سبحانه وتعالى ما نسى اي حاجة وهذا الشي اللي كان امي دي الوحيدة انا من انتشاف وانت المستقبل با تنشع الخير دارو في وليديها وانتمنى ان منشي واحد امقافي من جنبي لكنن في استيطاع ديالو لا تنسوش تزورونا على الصفحة رسمية دي لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد